سلام عليكم ورحمة الله ومشاهدين ومتابعي قناة ابو سيف تيكنو كثير من الأخوة كانوا طالبين تطبيق يكون يظهر التطبيقات اللي خاصة تطبيقات الموبايل اللي ما تظهر باختصار رسمي كما واضح عمامكم مثل تطبيق سينمانة وفودو وشبكتي وبرامج أخرى ليست مصممة للشاشات أو ليست مبرمجة حتى تظهر بشكل رسمي مثل هذه التطبيقات فاليوم حيكون شارح عن تطبيق طبعا هو موجود في متجر جوجل بلاي للشاشات اللي واجهتها جوجل تيفي وأيضا ممكن تثبيته كذلك على الشاشات اللي واجهتها أندرويد تيفي مثل هذه الصورة هذا التطبيق طبعا هو مبديل لتطبيق نيبولا اللي سابقا تم حذفه بسبب مشاكله فانان حنستعرض هذا التطبيق وكيفية تثبيته وتفعيله خليكم معنا إذن حبا أهلا بكم مرة ثانية إذا كانت شاشة جوجل تيفي نفس الواجهة بالفيديو أو كانت أندرويد تيفي إذا كانت جوجل تيفي راح تسأل نهو كيف موجود اختصار جوجل بلاي على الواجهة لأنه متجر جوجل بلاي أساسا بالنسبة لجوجل تيفي اللي هي شاشة نظامها بالفيديو اللي هو نفس هذا التطبيقات إذا حبيت أنه تظهر متجر جوجل بلاي الاختصار الخاص بي حيكون الرابط الشرح بالوصف لهذا الفيديو اللي هو كيفية إظهار اختصار متجر جوجل بلاي لشاشات جوجل تيفي بإمكانك مشاهدته واتباع الخطوات بي وتطبيق الشرح أما الآن حنتنا نبحث عن التطبيق اللي هو هذا التطبيق احنا مثبتينه مسبقا اللي هو اسمه الاب مانيجر حتى يظهر اسمه بشكل واضح كما شاهدون هذا التطبيق أبس مانيجر نكتبه بهذا الاسم وبعد ما نقوم بتثبيته نختار فتح راح يطلب مني طبعا الأذونات ضروري جدا أنه تفعل أذوناتها بشكل صحيح الآن إذا نفتح الإعدادات طبعا موضوع الأذونات جدا جدا مهم دائما نركز على موضوع الأذونات إذا الأذونات مفعالة ما راح تعمل عندك التطبيقات بشكل صحيح كما شاهدون هذا التطبيق ننزل للأسفل الأذونات ضروري نعطي سماح حتى يشتغل بشكل صحيح وهذا الخيار إزالة الأذونات ضروري نلغي هذا يتوقف الخيار أيضا نتحقق من الوصول خاصة التطبيقات مثلا وصول بيانات المستخدم عرض التطبيق وفي التطبيقات الأخرى تعديل إعدادات النظام هذه دائما نتحقق منها أول بأول ونفعلها في حال أنه توقفت أنه ستواجه مشاكل كذلك الأمان والقيود ضروري تفعل شوف الآن كما شاهدون ضروري نفعل هذا الخيار حتى يعمل التطبيق ورما نتأكد من التطبيقات نرجع مرة ثانية على التطبيق نفسه اللي هو هذا الآن في حال أنه كنا مثبتين برامج تخص الموبايل وليست برامج الشاشة في كثير من البرامج مثلا الآن هذا التطبيق أو مثلا جوجل كروم لأنه تطبيق موبايل كذلك سيناماند كتطبيق موبايل فإذا حبينا خليهم يظهرون على الشاشة مجرد أنه كما شاهدون نضغط عليه أوكي ستظهر الإختصارات على الشاشة الآن إذا نرجع على الشاشة الرئيسية اللي هي هذه ننزل للأسفل كما شاهدون مكتوب أبس منيجر لكن مشكلة هذا التطبيق صراحة يعني أنه كما شاهدون ما تظهر أيقونة التطبيق نفسه لأنه كما ذكرت هذا التطبيقات مصممة لأجهزة الموبايل وليست مصممة للشاشات فللأسف ما راح تظهر الأيقونة لكن الأسماء تكون موجودة الآن مثلا بالإمكان أنه أقرأ أسماء التطبيقات كمثال هذا التطبيق سينمانة طبعا نتكلمنا عن كيفية تدوير الشاشة كما واضح أمامكم نتكلمين عن هذا الموضوع بفيديو آخر فهذا التطبيق يظهر لك لإختصارات نعم يظهر لإختصارات لكن مشكلته لها عندما موجود أيقونات فإذا نحب أن أتمنى هذا الفيديو كما يفضل حضراتكم إن شاء الله أنه حلنا لكم مشكلة إظهار تطبيقات البرامج التي ليست مصممة للشاشات نظام أندرويد بشكل رسمي ووضوع أيضا من نسبة تطبيق جوجل بلاي كيفية إظهارها تكلمنا عنه أيضا بالقناة فيديو شرح كامل للقوام والإعدادات سواء كانت شاشة جوجل تيفي أو كانت أندرويد تيفي حتكون بالوصف للفيديو ضرورة تشاهدها حتى تكون عندك فكرة كاملة عن كيفية استخدام الشاشة والنظام والإعدادات وضبط إعدادات الصورة وكل هذه التفاصيل شوفكم إن شاء الله في فيديو آخر قريبا أخوكم أبي يوسف اشتركوا في القناة